بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر اللهم لك الحمدك ما يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم أحمدك أحمدك بما حمدك به الأنبياء أحمدك حمدا ترضاه أحمدك حمدا حتى ترضى وأحمدك إذا رضيت وأحمدك بعض الرضا أحمدك على نعمة الإسلام أحمدك على نعمة الأمان أحمدك على نعمة الفهم وكم من أناس لا يفهمون الدين أحمدك على هذا التجمع اللهم أقول في توحيدك معتقدا بتوفيقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ولا شيء مثلك ولا شيء يعجزك ولا إله غيرك أول بلا ابتداء دائم بلا انتهاء لا تفنى ولا تبيد ولا يكون إلا ما تريد لا تبلغك الأوهام ولا تدركك الأفهام ولا تشبه الأنام حي لا تموت قيوم لا تنام ثم أما بعد وأصلي وأسلم على محمد وعلى آل بيته وصحابته ومن اقتف أثره إلى يوم الدين الناظر إلى أحوال الأمة اليوم يراها في هوان ومن هوان إلى هوان ومن ضعف إلى ضعف ويتساءل المرء لماذا هذا الهوان ونحن كثير وعندنا المال وعندنا كل الموارد الطبيعية لماذا هذا لكي يفهم الإنسان هذا يجب أن يعود إلى الرعيل الأول إلى صحابة رسول الله عليه أسكى الصلاة والسلام إنهم فهموا هذا الدين كانوا أقل الناس تكلفا وأعمقهم فهما قوم اختارهم الله لصحبة نبيه عليه أسكى الصلاة والسلام يقول النبي عليه الصلاة والسلام خير القرون قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم معدد ثلاث وذاك الجيل اختص وامتاز بميزة ألا وهي الإخلاص في العمل أخلصوا دينهم لله فموضوع الخطبة إن شاء الله يكون على الإخلاص لكن الإخلاص ثم العلم ثم التعلم بمعنى أن الإخلاص هو مقدمة ثم أهمية العلم ثم يجب على كل مسلم أن يتعلم حتى يعبد الله على بينا فمن الناس من هو سبعون سنة في الإسلام ولا يعرف أركان الصلاة وإن ضيع ركن كيف يصحح الصلاة وهذا من الأشياء يعني صعب على الإنسان لو تسأل عوام الناس ما هي أركان الصلاة يقول لك ما يعرف هل التسليم رقنا أم لا وهذا من الأشياء الذي يجب على المرأة يعني يجب هو من الأشياء الضرورية المعلوم من الدين بالضرورة الإخلاص تعريفه هو صرف العمل والتقرب به إلى الله وحده لا رياء فيه ولا سمعة ولا طلبا لعرض زائل ولا تصنعا وإنما يرجو به وجه الله وتوابه ويخشى عقابه ويطمع رضاه أو يطمع في رضاه وأن يقصد بعمله وقوله وسائر تصرفاته وتوجيهاته وتعليمه مرضاة الله وحده لا شريك له قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وقال فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص وقال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرء ما نوى أعمالك كله منعطها النية فبحث عن نية صحيحة إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرء ما نوى فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه فلينظر الإنسان هجرته إلى ما هاجر إليه وحديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه تأمل هذا الحديث يقول الله سبحانه وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه من هنا يتبين لنا أن الإخلاص هو أساس قبول الأعمال وردها فهو الذي يؤدي إلى الفوز أو الخسران وهو الطريق إلى الجنة أو النار وأن الإخلال به يؤدي إلى النار وتحقيقه يؤدي إلى الجنة الإخلاص يستطيع أن نقسمه إلى ثلاثة أقصى الإخلاص أن يكون العمل لله لا نصيب لغير الله فيه الإخلاص إفراد الحق سبحانه بالقصد والطاع الإخلاص هو تصفية العمل من كل شيء يشوبه نذكر بعض أقوال الصالحين يقول المناوي الإخلاص هو تخليص القلب من كل شوب يكبر صفاءه يقول إبراهيم بن أدهم الإخلاص ألا تطلب لعملك شاهدا غير الله ويقول أحدهم الإخلاص نسيان رؤية الخلق نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق ومن تزيّن للناس بما ليس فيه ومن تزيّن للناس بما ليس فيه سقط من عين الله وقيل أيضا الإخلاص هو استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن قال الجنيد الإخلاص سر بين الله وبين العبد لا يعلمه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده ولا هو فيميله وكان ابن القيم يقول في كتاب الفوائد الإخلاص هو ما لا يعلمه ملك فيكتبه ولا عدو فيفسده ولا يعجب به صاحبه فيبطله العمل بغير إخلاص ولا اقتداء ولا سنة ولا اقتداء كمسافر يملأ جرابه رملا يثقله ولا ينفعه والطريق إليه يعني إلى الله هو تجريد متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا فالإخلاص هو روح الدين وأساس قبول العبادة وطوق النجاة في الدنيا والآخرة روى الإمام مسلم عن أبيه ريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم السؤال كيف يستطيع الإخلاص من يغلبه هواه كيف تجد الإنسان ربما ينضي وقته كله في مقه نصف يومه يذهب في مقه والإنسان هو عبارة عن دقائق ساعات أيام وسنوات إن ذهب بعضها ذهب بعضه إن الله أعطى كل واحد منا رأس مال ورأس مالك هو عمرك الذي أعطاك الله إياه فإن ذهب يوم قفل ذلك اليوم والإنسان يجلس في المقه ست ساعات أو خمس ساعات يعني ألا يتحصر على ذاك الوقت الذي مضى لهذا السؤال كيف يستطيع الإخلاص من يغلبه هوا كيف والإجابة هو أن يتعلم لأن بزيادة العلم يزيد الإخلاص لا يمكن لمن لا يعرف الله أن يخلص العبادة ولا يمكن لمن لا يعرف حتى أركان الصلاة أن يخلص في العبادة كيف تعبد الله وأنت لا تعرف كيف تصلي فالعلم بقدر علمك بقدر تقوك وبقدر ما اتقيت الله بقدر ما تكون مخلصا ولهذا ينبغس استحضار الإخلاص والقصد الله تعالى في كل قول وعمل ومن أهم ذلك أركان الإسلام إن أركان الإسلام الخمس هي أهم شيء سئل النبي صلى الله عليه وسلم قيل ما أحب الأعمال إلى الله قال ما افترضه عليكم وأهم الأعمال هي أركان الإسلام أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيافوز المستغفرين بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا صحة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي حفص عمر رب الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله إددخل علينا رجل شديد سواد الشعر شديد بياض التوب لا يرى عليه أثر الصفر ولا يعرفه منا أحد عمر بن الخطاب كان فطن لأن الإنسان المسافر يكون عليه الغبار لأن الناس كانت تسافر على الدواب وكان شديد سواد الشعر وكان لا يرى أنه مسافرا وليس من أهل المدين ولا يعرفه منا أحد فجلس الحديث الطويل فجلس إلى النبي فأوسد ركبتيه إلى ركبتيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وأن تؤتي الزكاة وأن تصوم رمضان قال صدقت قال قال عجبنا إليه يسأله ويصدقه والحديث طويل قال أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء خيره وشره قضاء والقضاء خيره وشره قال صدقت ثم قال أخبرني أخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال أخبرني عن إماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وهنا يشير إلى عقوق الأبناء للوالدين كيف أن الإبن والبنت تعق أبويها تكون عاقة لوالدين فهذه أن تلد الأمة ربتها يعني من تتأمر عليها وتعطيها الأوامر ونحن نعيش هذا الذي يتعامل مع اليوت مع الشباب الأطفال يعرف هذا ويعرف مشاكلها وأن ترى الحفاة العرات العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق ثم لبث رسول الله صلى الله عليه وسلم زمنا ثم قال أتدرون أتدري يا عمر من السائل قال الله ورسوله قال هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم فالإخلاص في الصلاة مهم والإخلاص في الشهادة مهم يجب على المسلم أن يعلم كيف يخلص في الشهادة وكيف يخلص في الصلاة وكيف يخلص في الزكاة لا يرأي بها الناس لأن الله يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك وكيف وكيف يخلص في الصوم والحج وكل أركان الإسلام الآن الوقت يداهمنا لكن فقط أضرب لكم مثلا ما هي أركان الصلاة أركان الصلاة تقريبا أربعة عشر ركنا أربعة عشر ركنا وهي أول القيام للقادر القادر على القيام لا يجب أن يجلس يجب أن يقف فالقيام ركن من أركان الصلاة ثم الإحرام تكبيرة الإحرام والفاتحة والركوع والركوع مقداره أن يعود كل عضو لمكانه يعني بمعنى أن إذا ركعت فيجب أن تكون في ركوع أقل شيء تسبيح لا أن تركع وتقوم إلا إذا كان عندك عذر شرعي مثل ألام الظهر أو شيء مثل الرفع من الركوع كذلك من أركان الصلاة كثير من الناس من يرفع ثم يقوم مباشرة إذا تفعت من الركوع يجب أن تستقيم الاعتدال السجود الرفع من السجود السجود من أركان الصلاة كثير من الناس لا يعلم أن السجود من أركان الصلاة إذا ضيعت سجدة نسيت سجدة ماذا تفعل؟ يجب أن تعيد الركعة كلها هذه الأشياء كثير من الناس تجهلها فكيف أنت تخلص لله العبادة وأنت تجهل أركان الصلاة السجود الرفع من السجود الجلوس بين السجدتين الطمأنينة هذا من أهم الأشياء يفسرها العلماء الطمأنينة أنه عدم الطمأنينة يفسرونها بماذا أم إذا رأاك أحدا شك أنك في صلاة يعني كنت تتحرك كثيرا والحركة الكثيرة تبطل الصلاة الطمأنينة التشهد الأخير والجلوس للتشهد الأخير التسليم وترتيب الأركان يعني الإنسان لا يستطيع أن يسجد قبل أن يركع الركوع أولا ثم يأتي السجود هذه الأشياء هي التي تعين على الإخلاص أنت تعرف العباد وكذلك فهم القرآن أن تفهم أنك أنت المعني لأن السلف كان يقول إذا أردت أن تكلم الله فاسجد لا أحد يمنعك من الكلام مع الله صلي ركعتين واسجد إلى الله تتكلم مع الله لكن إن أردت أن يكلمك الله فاقرأ القرآن لأن القرآن هو كلام الله ونحن مخاطبون به فإذا أردت أن يكلمك الله فاجعل وقتا من وقتك زمنا تجلس فيه مع أن تتدبر كلام الله وإن بحت في التفسير تتدبر كلام الله وتعي معانيه فقط قل هو الله أحد الله الصمد وأختم بهذا إن شاء الله جاء أعربي كان أحد الصحابة يعلم أعربي فكان يعلمه صورة الإخلاص وإن شاء الله إن كان في العمر بقية سنتكلم عن أركان الإسلام وكيف يكون الإخلاص فيها صورة الإخلاص من أهم الصور فهي تعادي لثولة القرآن لأن نتكلم عن التوحيد والقرآن يتكلم عن التوحيد تشريعات في ثلاث أشياء جاء صحابي ليعلم أعربي فبدأ يعلمه قولة صورة الإخلاص فقال له بسم الله الرحمن الرحيم قال بسم الله الرحمن الرحيم قال قل هو الله أحد فالأعربي قال الله أحد فعاذها الصحابي مرة أخرى قال له قل هو الله أحد قال الله أحد في المرة الثالثة انتبه قال هذه لغته فقال له قل قل هو الله أحد فقال قل هو الله لأن لغته يفهم العربية ثم قال له الله الصمد فتغير وجه الأعرابي لأنه لا يمكن حصر الصمد الذي يقوم على حوائج الخلق كلها وهو في غنى عنهم وهم في حاجة إليه بحيث أنهم يصمدون إليه جميعهم يعني الأعرابي فهم الصمد مباشرة تغير وجهه وربما نحن في الإسلام خمسين سنة واربعا لا ينسى لا يفهم معنى كلمة الصمد كيف هذا من أهم الأشياء الآن سأحاول أن أترجم شيئا مما قلت briefly I was talking about إخلاص إخلاص is sincerity in Islam and I gave example I gave a lot of examples of what إخلاص is and I tried and explained so I'm going to try and translate it very quickly إخلاص is that your intention is solely to Allah subhanahu wa ta'ala you devote all your intention to Allah because Allah says in the hadith I'm saying it very quickly Allah says in the hadith I am in no need of someone associating someone else in my worship أنا أغنى الشركاء عن الشركاء I don't need someone else to be associated like someone comes to the masjid I'm giving an example maybe it's very far but I'm just giving an example he's reading surat al-ikhlas and then few people walk in and he start reciting another surah with loud voice and so he instead of doing that salat for Allah subhanahu wa ta'ala he associated others with him and you know the story of the three people of Bani Israel that were journeying they were journeying somewhere and they went into a cave that was raining and the cave closed on them and then there was even no air some of the scholars says even the air they couldn't breathe and they started supplicating to Allah these deeds that they were they were sincere in them and one of them did a ma'asiyah he was about to commit a major sin that because he was sincere in leaving the sin Allah opened because of what they did three of them Allah opened so sincerity is one of the main characters of the Sahaba and I mentioned at the beginning I said we someone who looks at our Ummah now he sees that we are from weakness to weakness and it's not that we don't have we don't have wealth or we are we are outnumbered no the issue is is something else it's something within us this is why Abu Bakr قال Rasulullah s.a.w. alayhi قال ما سبقكم أبا بكر بكتير عمل Abu Bakr didn't really went ahead of you with a lot of work there is something that resided in his heart which is the ikhlas the sincerity in his worship and that's why the scholar says if Abu Bakr iman was put on one scale and the whole Ummah iman is put on another scale Abu Bakr will outweigh or our iman because of that sincerity because Allah does not accept from someone who is not sincere in his deeds أقول قولي هذا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ اللَّهُمَّ شْفِ مَرْضَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ عَرْحَمْ مَوْتَانَا يَا رَبَّ الْعَلَمِينَ اللَّهُمَّ هَيِّئْ لِهَا دِهِ الْأُمَّةِ أَمْرَ رُشْدِ يُعَزُّ فِيهِ أَهْلُ طَاعَتِكَ اللَّهُمَّ يَا رَبِّي وَلِّ عَلَيْنَا خِيَارَنَا وَلَا تُوَلِّ عَلَيْنَا شِرَارَنَا وَأَقِمُ الصَّلَاةِ